العملية الشاملة كانت شغالة في سينا وكانت شغالة في مختلف أرجاء الجمهورية لأنه أنت مش بتحارب الإرهاب بس أنت بتحارب الجريمة بتحارب التهريب يعني فالبيان النهاردة بتالقياد العامة القوات المسلحة بيحط إدنى على أنه في تحرك من قوات الجيش ومن قوات الشرطة في مختلف أرجاء الجمهورية لمواجهة أي خلل خلل بقى ده جاي من الإرهاب بيتواجه جاي من الجريمة الجنائية بيتواجه جاي من التهريب بيتواجه جاي من الفساد بيتواجه ولذلك أقول لحضراتكم مضمون ما جاء فيه بيان القيادة العامة للقوات المسلحة النهاردة لأنه على المستوى الأول مثلا تمكنت القوات الجوية على الاتجاه الشمالي الشرقي من استهداف وتدمير 15 وقر للعناصر الإرهابية وتجمع للعناصر الإرهابية وأربع عربات تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عمليات ده على مستوى الاتجاه الشمالي الشرقي وإحنا عندنا الكلام هيبقى مكتوب قدام حضراتكم بس يبدو أن الزومة لناموا في الكنترول على الاتجاه الجنوبي تم استهداف وتدمير 17 عربة بتستخدم في إيه بقى في أعمال التهريب عبر الحدود كما تم استهداف 10 عربات ووكر للعناصر الإرهابية على الاتجاه الغربي تم القضاء على 46 فرد من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء وتم ضبط وتدمير والتعفز على 17 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية و14 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمدهم القبض على 100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والزخائر مختلفة الأعيرة وكميات من المواد شديدة الانفجار التي تستخدم في تجهيز العبوات النسفة بشمال ووسط سيناء تمكنت عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير 204 عبوات نسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المدهمات على طريق التحرك بمناطق العمليات كذلك ضبط عدد من دنات الار بي جي والهاون التي تستخدمها العناصر التكثيرية للهجوم على الارتكازات الأمنية و10 فتحات نفق على الشريط الحدودي برفع استمرت عناصر القوات البحرية في تأمين الشريط الساحلي ومنع أعمال التسلل والتهريب عبر البحرين المتوسط والأحمل في حاملة مكبرة لقوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطة والجيوش والمناطق العسكرية تم اكتشاف وتدمير 244 فدان لنبات الخشخاش وطنين من البنجو المخدر ومليون قرص حبوب مخدرة وضبط كميات من البرود الأسود الذي يستخدم في تجهيز العبوات النسف قامت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بتحقيق العديد من النجاحات تمكنت من ضبط 117 عربة تستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود وضبط عدد من الأسلحة والزخائر عبر مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدول في النهاية هذه الجهود كلها كان في استشهاد لثلاث جنود أثناء الاشتباك وتطهير البقر الإرهابية وعايز أقول لحضراتكم أنه طول الوقت في تعهد من القوات المسلحة بأنها تواصل عملها في مواجهة الإرهاب وهنا مش بس الإرهاب بتاع الجماعات المتطرفة لأن كل جريمة يمكن اعتبارها إرهاب